السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير عليكم جميعا من كل مكان على ظهر هذه البسيطة برحبكم وصبح عليكم واليوم جايين ندردش في مواجهة الهلال الأهلي في ثاني جولات المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا المواجهة الثانية بالنسبة للهلال والمواجهة الأولى بالنسبة للأهلي المصري الهلال بعد خسارته أمام صنطاونز بهدف وحيد بيجي لملعبه بمن النفس وكمان حتى على أمل إن كنت تبدأ وتفتتح مواجهاتك على أرضك بفوز أعتقد أنه سيكون مهم جدا جدا ومهم شديد على حساب الأهلي المصري الفريق اللي جاي مسلح بمشاركة أعتقد أنها جيدة جدا بالنسبة له في بطولة كأس العالم للأندية بنتكلم عن المستوى أعتقد أنه جيد بالنسبة للفريقين في الفترة الأخيرة حتى الهلال بعد خسارته من صنطاونز المستوى برضو كان جيد جدا لأنه لو جينا عاينا لمباراة صنطاونز أمام قطن كاميرون ونلقاه فايز في الكاميرون بثلاثة مقابل واحد في مستوى صنطاونز في حتة تانية وحنتكلم في الجزئية وكمان حتى حسابات المجموعة وكمان كيف تطلع من مواجهة الهلال والأهلي تطلع من هذه المواجهة وإنت عندك في رصيدك مش ثلاثة نقاط بس لا رصيدك فيه قريب جدا تكون حتى من التأهل عايز أبدأ معكم بالنقطة الأولى الخاصة بالجمهور الجمهور ما يكون يعني نغم عن الهلال نقطة الجمهور المحابة الخاصة بالاتحاد الافريقي الأهل الدخل الاتحاد الافريقي قصد الهلال في نواقص من مجلس الإدارة أنا أعتقد أن الملف ده كله مفروض يكون أساسا ما يكون لامس اللاعبين ما يكون يتناقشوا اللاعبين بيناتهم ما يكون أساسا اضطرح في المحاضرات الإدارية والمحاضرات التحكيمية أو حتى المحاضرات الخاصة بالأمور الفنية ما يكون أساسا شغل جدارة الهلال أو حتى شغل بالذات الجهاز الفني واللعبين يكون شغلهم الملف الخاص بالجمهور في طريقة الحرمان ليتحرموا وغيروا وغيروا ده ملف ممكن يأثر بالفريق ويأثر بالذات باللعيب الموجودين سواء كان أجانب أو حتى وطنين في النهاية الجمهور دايما هو منح كرة القدم هو العصب الأساسي لكرة القدم فبالتالي بنتكلم عن أنت بتفقد حاجة مهمة جدا بس أنا كيف أقدر أفصل وأخذ عامل المنع أنه يكون واحدة من أهم الحاجات الإيجابية الحتعزز موقفي بشكل كبير أن أنا أقدم أفضل مباراة ويكون تركيزي يعني دايما صوب الثلاثة نقاط بس أنا ما عندي حاجة غير الثلاثة نقاط لا أنا عندي مشكلة مع الأهل المصري ولا حتى أنا مباراة الأهل المصري بالنسبة لي بمثابة بطورة أنك تفوز على الأهل المصري أو تفوز على فريقيا الأهل المصري الفريقيا اللي نحن عارفين بأفضلته تاريخية على كل أفريقيا وأنديات أفريقيا بس الفكرة أنت بالنسبة لي في مواجهة اليوم أنت محتاج تفوز على فريق بلعب قدامك المباراة بالنسبة لي بتمثل دفع كبير جدا بالنسبة لي والمواجهة على أرضك دخل الجمهور ما دخل الجمهور لعب الأهل لعب الزمالك لعب القطل صندوز أنت قدامك 11 لاعب أو قدامك فريق أنت محتاج لتلاتة نقاط طلعت من غير التلاتة نقاط أنت الخسران ومؤكد الفريق اللي بلعب ضدك الأهلي كسب حاجات كثيرة جدا 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 فحنتكلم عنها بعد شوية عشان كده عامل الجمهور مفروض يكونك حافز للعبي الهلال ومدربون فإنه يركزوا في أنه بعد المواجهة أنا أدي جمهور الهلال اللي اتحرم ده سوى كان بيقصده بمحابة بيتكسر بمجلس الإدارة أنا أهديه طالبه هو متلهف ومتشوي أنه يتقدم في البطولة أنا حاديه تلاتة ريقاط اللي هتعزز من موقفنا بشكل كبير في الفترة القادمة عشان كده الجمهور حيكون حافز مفروض بالنسبة للعبي الهلال إنه يقدموا أفضل وما يكون بمثابة ضغط بالنسبة للعبين يعني ما يكون شغل الشاغل بالنسبة للعبين في إنه يضغطوا نفسهم بشكل كبير خليك مرتاح ألعب كرتك ألعب إنك حاول تكسب الفريقة قدامك أعزل فكرة إنه فريق قدامك الأهلي المصر وغيره لو بنتكلم حاليا على الفرق الموجود على المستوى الإفريقي كمستويات غيره الأهلي ما أفضل فريق على المستوى الإفريقي صح تاريخيا وألقاب وغيره وغيره وحتى ليهما كانتوا على المستوى الإفريقي لكن حاليا كمستوى سندونز يعني في مستوى مختلف تماما عن أندية أفريقيا فبالتالي أنت قابلت سندونز والهدف كان بخطة بسيط جدا جدا فبالتالي عامل تركيز على تجويد العمل بشكل أفضل تأكد تماما التلاتة نقاط حتكون في معيتك عشان كادي واحدة من أهم الحاجات التي أنت مفروض تركيز فيها عامل الجمهور إمكانياتك أنت دراسة الأهلي بشكل متميز أنا حبي أتكلم برضو في جزئية تخص الأهلي ونظرته للجيم يعني لو تكلمنا عن نظرة الهلال للجيم هي مواجهة تانية بالنسبة لك قسجة اللولة مواجهة الأرض أول ثلاثة نقاط بالنسبة لك حيكون لها عامل مؤثرة جماعة في مسارتاه لأنه الهلال لعب مع سندونز خسر حيلعب مع الأهلي تخيل الهلال كسبة ثلاثة نقاط مواجهاته القادمة حتكون مع منه حتكون مع القطن الكاميروني ذهابا وإيابا إن تكسبت ثلاثة نقاط حتلعب مع الأهلي إنك تكسب حتلعب مع القطن الكاميروني حتكسب كم؟ ستة نقاط داخل وخارج الأرض فبالتالي حتكون لك تسعة نقاط تأكد تماما إنك تختيت نفسك في المجموعة ونحن خلونا برضو نتفق على حاجة مهمة إنه سندونز خلاص يعني أنا شايفي إنه خلاص المتصدر ظهر من اليوم طالما كسب الهلال في بريتوريا في جنوب أفريقيا ومشى الكاميرون كسب هناك القطن الكاميروني تأكد تماما مواجهاته مع الأهلي حتكون صعبة لدرجة بعيدة عنه على الأهلي عشان كده الأهلي لو جه خسر اليوم في الخرطوم أمام الهلال الهلال مشى عمل نتائج إيجابية بس أمام القطن الكاميروني يعني ما بقول لك قل كسب القطن الكاميروني في السودان وتعادل معه هناك عمل كم؟ سبعة نقاط تأكد تماما الأهلي حيخسر منه سندونز ذهابا وإيابا لأنه سندونز في الموسم الفات الأهلي خسر منه ذهابا وإيابا سندونز حاليا بوضعية مختلفة تماما فبالتالي ما نتكلم عن جاهزية مختلفة بالنسبة لأسندونز أو حتى لو فرضنا إنه ماضي مننا أو حتى بنتكلم عن نتيجة حتمية بالنسبة للهلال إنه يخسر بنتكلم عن صدام حيكون ناري بين الفريقين في حارة خسارة أي واحد فيهم النتيجة المواجهتين ذهابا وإيابا تأكد تماما الهلال بيأخذ ورقه في المجموعة بعد مكسبه على الأهلي في مواجهة اليوم وكمان حتى مكسبه على واحدة من مواجهة تلقطن الكاميروني داخل الأرض وبعد ذاك تتعادل خارج الأرض بعد ذاك تأكد تماما حتقابل سندونز في المواجهة الأخيرة هنا في السودان قبل ما تنتقل للمواجهة الأخيرة حتستقبل سندونز وإنت محتاج ممكن جدا تكون محتاج لنقطة أو حتى نقطتين وإنت تتأهل من المجموعة بشكل رسم بعد ذاك سندونز مشكلته حلها مع الأهلي في مواجهاتهم اللي حتكون الاتنين عشان كنت مواجهة اليوم أنت بيدعايل لبعدها في أنه أنت حتكسب شنو حتكسب شنو بعدها مباراة القطن الاتنين كسبت لأهلي ثلاثة نقاط القطن ذهابا وإيابا في إمكانه يكون فريق في المتناول تكسب ستة نقاط وتحاول من بدري تفرض نفسك في المجموعة وتقول أنا موجود في المركزين يا الأول يا الثاني عشان كده لو سندونز كسب الأهلي ذهابا وإيابا فإنت ممكن جدا تكون من الفرق أو حتى الفريقين زي الأهلي والهلال والقطن تكون اللي هو الفريق اللي بيخد ورقه مباشرة كمركز ثاني بعد ذاك الأهلي هو اتهت في المواجهات الأخيرة بالنسبة له عشان كده المواجهة جماعة صعبة ولا حسابات المهمة بالنسبة للأهلي ومواجهاته الجاية أمام صندونز الأهلي يا جماعة في حال إنه مثلا مثلا إدقاسم مواجهته مع صندونز ذهابا وإيابا صندونز كسب على الأرضه الأهلي كسب على الأرضه الأهلي لو كسب الهلال حيطلع الهلال من البطولة بالشكل الرسمي حتى والهلال فاسناك لأنه الأهلي حيقابل القطن بعد ذهابا وإيابا وفي مكان يفوز على القطن عشان كده الأفضلية للأفضلية لكنت حتصنعه في المواجهات المباشرة بينك وبين الأهلي مش بينك وبين القطن القطن في حال خسر أو هو خسر من صندونز على ملعبه ممكن نخسر من الهلال ذهابا وإيابا وممكن نخسر من صندونز ذهابا وإيابا ويخسر كمان من الأهلي فدي 6 نقاط أصبحت عن كل واحد عن كل واحد موجود في المجموعة فبالتالي الأهم بالنسبة لك أنت إن أكسب المواجهة الموجودة بينه وبينك أنا كالأهلي كصندونز خسرت من صندونز خارج الأرض بعد الليلة بتجي المواجهة بالنسبة لك الأهمة بالنسبة لك اللي هي مواجهة الأهلي فأنا أكسب الأهلي بالنسبة لك 3 نقاط ما لما القصص التاريخية بتاعت الأهلي ما فاز في الهلال وغيره ممكن تكونكم محفزات الأهلي ما سجل الأهلي عمل سيب الحاجة ده كله على جنبه خلونا نتكلم في الكورة بس إت محتاج 3 نقاط من الفريق اللي بيلعب قدامك اليوم كامل التركيز بالنسبة لك مواجهة القادمة لأنه يعرف أن مواجهة القطن اللي اتنين ممكن جدا يكونوا في المتناول في حال الهلال كسب الأهلي في مواجهة اليوم وأعتقد أنها ستكون واحدة من الحسابات أو حتى من الحاجات المعقدة جدا جدا في حال الهلال خسر مواجهة اليوم أمام الأهلي المصري لو اتكلمنا عن حصوص الفريق وتشكيله حتى حيبدأ كيف المدرب الأخطاء شفناه في مواجهة صندونز هي أخطاء أعتقد أنها بداية جدا الأخطاء الموجودة على مستوى خطة دفاع هيكون في بديل عنصر بعنصر لكن دائما أنا المدافع السوداني بالنسبة لي دائما بيكون في أفضل مستويات ويقدم مستويه يكون أسطوري تاريخي بس عامل التركيز دائما ما بيضعف من حصوصا بشكل كبير عامل التركيز ممكن جدا تأدي مباراة اتنين وتسعين تلاتة وتسعين دقيقة بعد الزمن بدل الضايع آخر عشر سواني تفقد التركيز سلقى نفسك خارج المنافسة موجودة في التمركز وكمان حتى في العمل التنظيمي الخاص بخطة دفاع عشان كده اليوم بعد طرد طيب عبد الرازق ويقافوا لهذه المواجهة حتى تلقى أنه يكون في بديل طبيعي سوى كان أحمد يحيا أو حتى اللاعب محمد أحمد إيرنغ محمد أحمد إيرنغ بعيد عن المشاركة تماما أنا ما بعتقد أنه المدرب ممكن يدفع بواحد زي محمد أحمد إيرنغ ويخلي واحد زي أحمد يحيا يكون موجود على دكة البودلة لأنه شوفنا مواجهات الودية حتى ولو كان بنتكلم عن اللاعب محمد أحمد إيرنغ ما كان جاهز بالمستوى الأفضل فبالتالي من الصعب واحد من غير جاهزية ومن غير رتم تنافسي ويعني يتطور طبيعي وتدرج على مستوى الجهد البدني واللعبة التنافسي من الصعب تتشركه في المباراة بالمستوى ده ويتم يحتاج منه يكون فيه كامل تلكيزه وفيه كامل حضوره البدني والذهني عشان كده ممكن يكون أسهم أحمد يحيى تكون أكثر بكثير من اللاعب محمد أحمد إيرنغ في أنه يكون مع عثمان ديوف على مستوى خط الدفاع وفي إمكان الهلال استعين بواحد من لعبة خط الوسط الارتكاز اللي أعتقد أنه حاليا الهلال برضو بالرقم من المشاكل الموجودة على مستوى قلب الدفاع الهلال بيمر بمشكلة كبيرة جدا على مستوى محور الارتكاز اللي بنتكلم عنه حاليا أنا ما أعتقد أنه فيهلال حاليا في محور الارتكاز دفاعي أو حتى فيه خط وسط دفاعي يعمل البلوكة دفاعي بشكل متميز وكمان الأهم من ده يقدر يضيف ويعمل التحاولات وفي نفس الوقت نظرته وزوايا التمرير وغيره بتكون بشكل طيب وكمان حتى الرقابة والأهم من الماتشنج المفروض يكون بينه وبين مثلا واحد زي ديفيد أباغل لأنه المواجهة الفاتت لو فرضنا أنه تكلمنا عن الخطأ المباشر اللي اتعمل ديفيد أباغل طلع ضغط وولادي خضر مقبا كان بعيد تماما من النقطة بتاعته وحتى المطاردة ما عملها بالشكل الأفضل فاللاعب سدد بعد ذلك تسجل الهدف عشان كده الفكرة بتاعة التركيز اللي مفروض يكون موجود الحضورة الذهن اللي مفروض يكون موجود هي دي حاجة محتاجة الكثير من الحديث بالنسبة لفلوران إبينجو يكون تدرب علىه بشكل متميز عشان يحضر اللاعب بشكل متميز سواء كان يشترك أبو عقلة أو حتى غيره أكمل ليكم خط الدفاع طبعا بعشرين جماعة في حرص المرمح سيكون مؤكد أساسي وإن شاء الله يكون بقى في كامل عفيته عشان يقدر يخش الجيم بعد ذلك عندنا في الجانب الأيمن ناس ممكن تتكلم عن إنه أطهر الطاهر ممكن ما يبدأ هذه المواجهة وترجع المشاركة وحتى ترجع أساس اللاعب موفق صدقوني موفق من أطهر ما بفريق كثير لأنه ما شفنا واحد إمكانياته خارقة لدرجة إنه هو الطرف الهداف أو الطرف البليميكر أو الطرف الدفاعي ما بتمر منه ما في أخطاء اللي اتنين نفس الإمكانيات نفس المردود نفس الإضافة اللي يقدموها بين نفس الأخطاء الخاصة للتركيز وبين نفس الإمكانيات اللي ممكن تكون بين نسبة أقل من 50% في الجانب الدفاعي وحتى الجانب الهجومي فالحاجة دي ما بتفريق صراحة كثير تلعب بأطهر وتلعب بموفق أطهر ممكن تكون خبرة أكتر بنيانه جسماني كويز سرعته أفضل ارتداده الدفاعي يمكن يكون شوية يعني أفضل شوية لأنه موفق هجوميا دايما هو يعني زي ما تقول كده أسرع وتفكيره يعني بإضافته كويسة على مستوى خاطر الهجوم بحكم إنه أساسا مهاجم كلاعب طرف جناح أو جناح مهاجم مولف في الجانب الأيمن في الطرف الأيمن فبالتالي بتحس إنه أطهر ممكن أسهم وتكون 51 على حساب 49 بالنسبة لموفق صديق لكن أنا بالنسبة لي اللاعب الاتنين لو يتوا داخلين الجيم بتركيز يمكن يكون أقلة وبيجانب دفاعي يمكن يكون أقلة تأكد تماما لو لعب موفق وللعب أطهر حيكون نفس المشكلة قايمة والأهلي مؤكد إنه التحليل اللي حصل على مستوى التلفزيونات في مصر خلى الهلال يكون كتاب مكشوف بالنسبة للأهلي ونحب نتكلم عن إنه هناك في أجهزة تحليل على مستوى عالي جدا فبالتالي المشاكل الموجودة في الجانب الأيمن وعلى مستوى قلب الدفاع ومحور الارتكاز اللي أكبر ثلاثة مشاكل بلس خطة مقدمة تأكد تماما ممكن تكون تحللت بشكل متميز ويكون خطة لها اللاعب المناسب عشان كده إنت حضورك عايز تقدم شنو جمهور الهلال في مواجهة اليوم عايز تقدم شنو حتى أنت مع نفسك من نسبة للفريق اليوم سوى كان موفق أو حتى أطهر أنا أتوقع أطهر يكون موجود مع أحمد يحي وكمان حتى عثمان الديوف وإبراهيم إمور التميز الوحيد اللي موجود في الهلال في مباراة بيرتوريا على مستوى خطة الوسط ناس كثيرة ممكن تستبعد اللاعب ولدي خضر بقبة إنه يكون موجود كأساسي في مواجهة اليوم لكن هو ممكن يكون ما موجود كأساسي بحكم إنه يتماعي صداط اللاعب أو حتى تكون علي ولا خطة بشكل كبير أو ممكن يكون جراءة من المدرب صراحة لو شفت ولادي خضر بقبة كأساسي في مباراة اليوم حتكون جراءة كبيرة جدا بالنسبة للمدرب إنه هو مقتنع وواثق في اللاعب في إنه يقدم المردود الأفضل بالإضافة إلى ديفيد أباغنا وكمان حتى عبدول أجاغول لكن في ناس بتكلم عنهم ممكن يكون أبو عاقلة هو كأساسي ممكن يكون الصيني لكن تتوقع ممكن يكون أقرب واحد بعد ولادي خضر بقبة يكون أبو عاقلة بحكم الخبر الموجودة الكبيرة مواجهاته للأهلي قبل كده وكمان حتى يعني معرفته بالمواجهات اللي ممكن تقوم بالمستوى ده لكن السؤال بيطرح نفسه أبو عاقلة ما هو محور الارتكاز اللي ممكن يعمل ليك شغل البلوك أو حتى اللي بيعمل ليك العمل الدفاعي على مستوى خط الوسط صاحب يجيد المطاردة يجيد التغطية قطع الكور لكن ما هو اللي بيقدر يجيب ليك في مركز الستة بشكل متميز فالحاجة دي ولا حتى بلدي خضر بقبة جماعة بيعملها بالمستوى العالي أنا زي ما قلت تلقب له شوية إنه الهلال حاليا ما فيه واللي هو داعي بخط الوسط الدفاع اللي بيقدر يجيب في المنطقة دي ويقدر يقطعه ويضيف لخط الدفاع الحاجة دي مهمة جدا لما تلقف أي فريق في العالم دفاعه ده أفضل دفاع عائل اللي بيلعف على مستوى خط الوسط منه ودوره ما الدفاع يبكون كيف عشان كده الدفاع الهلال يصبح مكشوف طيعد الرازق عبر الأخطاض لأنه ما فيه واحد واقف يقدر يشيل الكورو ويقدر كمان حتى يشيل الفريق ويكون موجود وحاضر عشان كده الهلال حيعاني كثير جدا حتى في رونر إبنج حيعاني في الاختيارات ما بين رقم 6 أو حتى المدافعة الثانية اللي حيكون مع عثمان ديوف وكمان حتى في الجانب الأيمن في طريقة التقييم وكمان حتى الامكانية اللي ممكن تكون متقربة جدا ما بين خبرة واحد زي محمد أحمد إيرينغ وعدم جاهزيته وما بين كمان حتى عدم خبرة اللاعب أحمد يحي وكمان حتى عدم الخبرة اللي ممكن تكون موجودة في مواجهة اليوم عشان كده حتكون بالنسبة للمدرب صعوبات كبيرة جدا جدا في اختياره طرف الأيمن وسنترباك التاني اللي هو قلب الدفاع وكمان حتى محور الارتكاز اللي حيكون مع ديفيد أباقنا وكمان حتى عبدول أجاجون بعد ذلك خطة مقدمة في إمكاننا التشريك واحد زي اللي هو لامين جارجو ممكن جدا ياسر مززمل لكن أعتقدون نستبعد تماما فكرة نلعب يانس تاني في المواجهة هذه مع مكابين يولوب وكمان محمد عبد الرحمن حيكون في دور كبير جدا بالنسبة لخطة مقدمة تكلمنا جماعة كثير جدا عن الخطة الدفاع والمشاكل الموجودة وكمان حتى خطة الوسط والمشاكل التركيزة اللي بتكون موجودة لكن عايزين نتكلم شوية عن الفعالية والتواصل المفروض يكون موجود بين خطة مقدمة مما أقول واحد زي مكابين ولوبو والغربال وياسر المزمل أو حتى المين جارجو التلاتة بتشوفهم بلعب عن هلال اليوم موسمه شوية أو حتى موسم الدور الممتاز بعدنا خلاص خلص ولسه ما في تفاهم بيكون بمستوى أفضل فينه اللاعب مفروض يكون بنظر يفهم زميل ويقدر يقدم المردود الأفضل عشان كادي واحدة من الحاجات اللي أنا أتمنى ينتصر في المواجهات الزي دي مكابين لوبو لعب معروف عن المستوى الإفريقي إن اليوم ما شفناه يقدم الهلال شي يذكر فبالتالي منتظر الحاجة دي أنت منتظر إنه يقدم لك الحاجة الغربال نفس الشي دي المواجهات اللي دائما الغربال يحب يصار فيها ممكن جدا نشوف فيه يصار في مباراة اليوم ودي واحدة من من أهم العودات اللي يمكن تكون لواحد زي الغربال في إنه يسجل في مرمى الأهل المصري صدقونا يا جماعة أنا مواجهة الأهل دي ما عايز أخلى ليكم تاخذ أكبر من حاجزة عشان ما تصعب عليك أنت كمتابع أو حتى كلاعب سوداني أنا ما عايز أن تصعب عليك أنا عايز سهلة ألعبها هي زي مباراة صاحة حترم الأهل جدا في جاهزية على فكر الأهلي يعني مش أفضل من هلال ممكن يكون في المجموعة هو بعض صنداموس مباشرة على المستوى الافريقي برضو هو بعض صنداموس مباشرة بنتكلم عن فريق جايك في كاملة جاهزية كمان حتى في كاملة العنفوان عايز كمان يكسر الرقم القياس الخاص بالهلال اللي هو ما كسف في السودان أصلا الحاجة الثاني عايز يبدأ المباراة ويبدأ معاك المجموعة بيفوز خارج أرضه بيسهل له كتير بيعزز من موقفه ويعزز من ثقته والأهم من ده كمان برضو عندهم مشاكل على مستوى على فكرة اللي هي الخاصة بخط المقدمة وغيره ومشاكل كثيرة على مستوى خط الدفاع بنتكلم كمان عن إنهم معارف مواجهاته مع صنداموس بالتالي لما يطلع من السودان وهو كسبان وضعته حتكون مختلفة في المجموعة حيقارع صنداموس وحيطلع الهلال ما بقول لك بشكل رسمي لك هلال حسابين حيكون بره المجموعة فإن تخسرت على أرضك المواجهة هلولة خسران من جولتين خسران ستة نقاط فبالتالي إنت المباراة ما تكبيرها دائما للعيبة الجهاز الفني اهدو اشتغل تركيزك يكون عالي حتى إمكانيات الأهلي الهجومية ورقات ضعفه وغيره وغيره أنا ممكن ما أشغل نفسي كتير بها أنا كمتابع لكن يكون تركيزي في أنه كيف أشوف فريقي بيلعب كفريق واحد ويقدر يحترم الإمكانيات الخاصة بالأهلي ويحترم الإمكانيات الممكن تكون موجودة والصبر المفروض يكون موجود عليه والأهلي في مواجهته في الموسم الفات شوفنا الأهلي يا جماعة طلع به التعادل السيب من المواجهة قبل التعادل الإيجابي ما شوفنا فوز الهلال قريب عن الأهلي المواجهات دي كانت حاسمة جدا يا جماعة للهلال لأنه الهلال في الموسم بتاع الفين وعشرين دخل فيه اللي هو كان فيه أمن والموضوع وصعد كثير جدا واعتقدونه سبب أساسي فيه الهلال يمنع من جمهوره حاليا بالزاد قدام الأهلي الفترة دي كان الهلال مفروض محتاج للتلاطة نقاط كان مباشرة يتأهل الحساب الأهلي دور التمانيين بطولة دوري أبطالي أفريقيا وكان غريب جدا مننا وحتى الهدف يتلقى بطريقة كان غريبة جدا جدا فبالتالي الجوانب دي حتى المواجهة اللي كانت بعد كده تعادل سلبي في السودان كلفك إنك تكون برا المجموعة إنك تكون تالت المجموعة والأهلي الأهل مع صنداوس بعد خسارته من صنداوس ذهابا ويابا عشان كده الجزئية دي أنا حيزة أمن المواجهة ما تأخذ أكبر من حيزة الحيزة اللي كتبتديه اهتمام بالمباراة بتفاصيله نقاط الضعفة وقوة الخاصة بالأهلي نقاط الضعفة كيت تكون عليتها نقاط القوة اللي عندك تتزود عليها الفريق يكون فيه كامل تركيزه ويخش الجيم ينضي جدا بثلاثة نقاط بعد ذلك تعال أحتفل وحفل وأعمل الحاجة اللي أنت عايزة صدقني المباراة لو طلعت من حجمها أو طلعت من الأمور الفنية واللعيبة شغلوا بيشيل بيحصل خارج الأستاذ أو حتى خارج الملعب تأكد تماما أنت بتكون داخل المواجهة وممكن يكون فاقي تركيزك ودي الحاجات اللي بيعشقة فريق زي الأهلي وممكن جدا يعني حتى النتيجة يمكن تكون شوية ما بتكون بترضيك وممكن تحصل تلاطة نقاط مؤكد في المواجهة هذه عشان كده فلوروني بنجا أتمنى أنه يكون زي ما منع الجمهور ومنع الحاضرين للتدريبات والصحافة يكون عزر الفريق بشكل تام عن كل ما يدور خارج الملعب ويكون فعلا ركز الفريق وركز معه وقدر تسخلق من الفريق لحمة واحدة وفريق يكون متكاتف والأهم منه كمان يكون استفاد كثير جدا من مباراة بريتوريا وعلى فكرة لو الأهل جاهز على المستوى البدني وعنده ريتم تنافسي ولعب في كاس العالم فالهلال كمان لعب في بريتوريا وعمل مواجهات وعمل معسكر كويس جدا فبخليك في ريتم تنافسي خليك تقارع فريق زي الأهل في مواجهة اليوم الهلال محتاج أن يكون أكثر صبرا في مواجهة اليوم أكثر توازنا أكثر واقعية أكثر احتراما أكثر تركيزا في جانب الدفاعي أكثر دفاعا ودفاعا ودفاعا لما تستفيد وتلقى المساحات تستفيد منها سواء كان بأسر المزمل ماكابي للوبو وكمان حتى قناص واحد زي الغربال عشان كده لو الهلال لعب بوضعية أنه يحاول لدافع عمر البلوكة الدفاعي متأخر أو حتى متقدم تأكد تماما ستشوف ينسر بالزنب الأساسي مع ماكابي للوبو وكمان حتى اللاعب محمد عبد الرحمن الغربال بحكم منه لتنين دير متفاهمين بشكل كبير في مواجهات بالمستوى صراحة مواجهة صعبة صعبة لدرجة بعيدة ثلاثة نقاط صدقنيم على الهلال حتفرق كثير معاه في الفترة الجاية حتفرق في أنه حتى حتخدته من الفرق اللي موجودة في المجموعة وتحسسك قدر شنوء الأهمية الخاصة بفريق زر الهلال المفروض تقدمه الطموحات اللي موجودة سواء كان عمل مميز من مجلس الإدارة أو حتى طموحات خاصة بالجماهير وأمال إنه الفريق يتقدم على مستوى بطولة دوري أبطال إفريقيا إن شاء الله نجي بعد المباراة ونقول مبروك لجمهور الهلال أول ثلاثة نقاط بالنسبة لهم على مستوى هذه المجموعة والهلال بيكون خطة يسمى من الفرق الحاتف أهل من هذه المجموعة فتأكد إنها مواجهة التأهل صحي ما بتأهلك لكن صديقنا حترسم ليك الطريق وتخط واضح قدامك إنك هتكون مع واحد من الفريقين اللي حيمشوا المرحلة اللي بعد كده تكلمنا عنه عطفا على ترتيب المباريات اللي جاي اللي هي مواجهة مواجهة فريق زي القطن اللي باعتبار أضعف في المجموعة حاليا فده الشيء اللي حنشوفه ونشوفه كمان حتى الانطلاقة اللي بإذن الله تعالى تكون مهمة ومميزة بالنسبة للهلال وتكون كمان تاريخية كما العادة أشكركم دائما على حسن المتابعة إن شاء الله دائما تهامين ولا أمين شكرا لكم